علمنا في مقطع الفيديو السابق ما يعنيه يوجد ضرب مصوفتين باستخدام المصوفة A وهي مصوفة M في N والمصوفة B وهي مصوفة N في K وقبل تعريف ناتج ضرب المصوفتين سأقوم بكتابة المصوفة B على شكل مجموعة من متجهة العمود نعلم أنه يمكن كتابة أن المصوفة B بحيث تحتوي المتجهات التالية متجه العمود B1 في العمود الأول ومتجه عمود آخر B2 في العمود الثاني وصولا إلى العدد K من متجهات العمود لأن المصوفة لها العدد K من الأعمدة إذن المتجه BK في العمود الأخير يجب أن يكون عدد أعمدة المصوفة A مساويا لعدد الصفوف المصوفة B للحصول على ناتج ضرب معرب لكن قمنا بتعريف ناتج ضرب المصوفة A في المصوفة B بأنه يساوي المصوفة A مضربة في كل من متجهات العمود للمصوفة B سأقوم بتغيير الألوان وأستخدم تلك التي استخدمتها مسبقا ناتج الضرب يساوي المصوفة ذات القيم التالية في العمود الأول المصوفة A مضربة في متجه العمود بواحد وفي العمود الثاني المصوفة A مضربة في متجه العمود باثنين وفي العمود الثالث المصوفة A مضربة في متجه العمود بثلاثة وصولا إلى العمود المصوفة A مضربة في متجه العمود بكي ربما رأيت هذا سابقا في مساق الجبر الخطي وربما لم يكن معرفا بهذه الطريقة لكن شيئا ذاته والأمر الجيد في هذا التعريف هو أن سبب وضعه يعود إلى مركب دلتي تحويل خطيتين حيث كانت مصوفتي التحويل الخاصة بهما هما المصوفة A والمصوفة B وقد عرضت ذلك في مقطع الفيديو الأخير لنقم بإيجاد ناتج ضرب مصوفتين وستنجح في إيجاده عند التمرين عليه لنفترض أن المصوفة A تحتوي القيم 1 وسالب 1 و 2 في الصف الأول والقيم 0 وسالب 2 و 1 في الصف الثاني وسأستخدم أعدادا صغيرة لجعل عملية الحساب بسيطة وتحتوي المصوفة B القيم 1 و 0 و 1 و 1 في الصف الأول والقيم 2 و 0 و 1 وسالب 1 في الصف الثاني والقيم 3 و 1 و 0 و 2 في الصف الثالث المصوفة A هي مصوفة 2 في 3 فهي تحتوي صفين و 3 أعمدة والمصوفة B هي مصوفة 3 في 4 حسب التعليم ما هو ناتج ضرب المصوفة A في المصوفة B؟ نعلم أن ناتج الضرب معرف لأن عدد أعمدة المصوفة الأولى يساوي عدد صف في المصوفة الثانية إذن يمكن إيجاد ناتج ضرب هاتين المصوفتين وسأقوم بإيجاده بعد برهة ناتج ضرب المصوفة A في المصوفة B يساوي المصوفة ذات القيم التالية في العمود الأول المصوفة A مضربة في متجه العمود الأول للمصوفة B أي المصوفة A مضربة في المتجهد القيم 1 و 2 و 3 وفي العمود الثاني المصوفة A مضربة في المتجهد القيم 0 و 0 و 1 وفي العمود الثاني المصوفة A مضربة في المتجهد القيم 0 و 0 و 1 وفي العمود الثالث المصوفة A مضربة في المتجهد القيم 1 و 1 و 0 وفي العمود الرابع المصوف A مضربة في المتجهد القيم 1 وسالب 1 و 2 عند كتابة ناتج الضرب بهذا الشكل يصبح السبب واضحا في أن عدد الأعمدة للمصوف الأولى يجب أن يكون مساويا لعدد صفوف المصوف الثانية وذلك لأن متجهات العمود للمصوف B ستحتوي عددا من المركبات مساويا لعدد صفوف المصوف B سأسمي متجهات العمود للمصوف B المتجه B1 والمتجه B2 والمتجه B3 والمتجه B4 حيث تنتمي جميع المتجهات BI حيث يمكن أن تكون أي من المتجهات الأربعة إلى المشموعة R3 وبالتالي يكون ناتج الضرب معرفا فقط عندما يكون عدد الأعمدة في المصوفة مساويا لعدد مركبات المتجه أي متجه العمود في المصوفة الأخرى وهذا هو سبب وجود تساوي عدد أعمدة المصوفة الأولى بصفوف المصوف الثانية حتى الآن قمنا بتقليس معادلة ناتج ضرب المصوفتين ليصبح مجموعة من النواتج ضرب مصوفة في المتجه عددها أربعة وبالتالي يمكن إيجاد ناتج الضرب هذا وهو ليس شيئا جديدا بالنسبة لنا لنقم بذلك إذن ماذا يساوي ناتج ضرب المصوفة A في كل من متجهة العمود سأقوم بإعادة كتابة المعادلة كالتالي ناتج ضرب المصوفة A في المصوفة B يساوي ما يليه العمود الأول يساوي ناتج ضرب المصوفة A في المتجهة القيام 1 و 2 و 3 وكيف يمكن إيجاد ذلك؟ تذكر أنه يمكن اعتباره مساويا لناتج الضرب النقطي لكل من صفوف المصوفة A في متجهة العمود للمصوفة B أو بطريقة أفضل العمود الأول هو منقولة مصوفة ما وسأكتب ذلك لنفترض أن المتجهة A يحتوي القيام 0 وسالب 1 و 2 كعمود لم أناقش منقولة المصوفة كثيرا لكنك تفهم الفكرة فيتم إيجاد المنقولة عن طريق تحويل جميع الأعمدة إلى صفوف وبالتالي منقولة المتجهة A تحتوي القيام 0 وسالب 1 و 2 كصف ما يحدث هو تحويل متجه العمود إلى متجه صف سأقوم بتسمية الصف الأول من المصوفة A بمنقولة المتجهة A وعند إيجاد ناتج ضرب المصوفة A نقطيا في المتجهة ذو القيام 1 و 2 و 3 كعمود هذا يساوي إيجاد ناتج الضرب النقطي للمتجه A ذو القيام 0 وسالب 1 و 2 كعمود مع المتجهة ذو القيام 1 و 2 و 3 كعمود وذلك لإيجاد الصف الأول في العمود الأول سأقوم بذلك كالتالي بإعادة كتابتي ناتج الضرب كالتالي وسأستخدم رموز المصوفة ناتج الضرب النقطي للمتجهة ذو القيام 1 وسالب 1 و 2 وهو عبارة عن الصف الأول في المصوفة A مكتوبا على شكل عمود في المتجه 1 و 2 و 3 وسأكتبه بلون مختلف وعندما تصبح المسألة أبسط سأستخدم لون موحدا ويعجبني هذا لأننا قمنا بتعريف ناتج الضرب النقطي لمتجهة العمود فحسب أستطيع تعريفه باستخدام متجهة الصف لكن لا حاجة لوضع تعريف جديد والقيمة الناتجة هي القيمة الأولى في ناتج ضرب المصوفة في متجهة وبالنسبة للقيمة الثانية في ناتج ضرب المصوفة في متجهة فتساوي ناتج الضرب النقطي للصف الثاني للمصوفة A في ذلك المتجهة وتساوي ناتج الضرب النقطي للمتجه ذو القيام 0 وسالب 2 و 1 كعمود في المتجه ذو القيام واحد واثنين وثلاثة نستمر في إيجاد تلك القيم وسأستخدم لون محايدا الآن في العمود الثاني المصفوف A مضربة في المتجاد القيم صفر وصفر وواحد وذلك عبارة عن الصف الأول للمصفوف A لكن مكتوبا على شكل متجا عمود بالتالي يمكن كتابته بهذا الشكل المتجاد القيم واحد وسالب واحد واثنين وتساوي القيمة الأولى في العمود الثاني ناتج الضرب النقطي للمتجاد القيم واحد وسالب واحد واثنين في المتجاد القيم صفر وصفر وواحد وتساوي القيمة الثانية للعمود الثاني ناتج الضرب النقطي للصف الثاني للمصفوف A في متجه العمود للقيم صفر وصفر وواحد ويساوي ذلك ناتج الضرب النقطي للمتجة صفر وسالب اثنين وواحد في المتجاث القيام 0 و 0 و 1 بقي عمودان إضافيان في المصفوفة ربما يصبح هذا ممل ويحتمل أن أكون قد ارتكبت بعض الأخطاء العفوية لكن المهم هو أن تفهم العملية يحتوي العمود الثالث القيمة الناتجة عن إيجاد ناتج الضرب النقطي للصف الأول للمصفة A الذي تمت كتابته على شكل عمود يحتوي القيم 1 وسالب 1 و 2 في المتجاد القيم 1 و 1 و 0 والقيمة الثانية في العمود الثالث تساوي ناتج الضرب النقطي للمتجاد القيم 0 وسالب 2 و 1 في المتجاد القيم 1 و 1 و 0 وفي النهاية القيمة الأولى في العمود الأخير تساوي ناتج الضرب النقطي للمتجاد القيم 1 وسالب 1 و 2 في المتجاد القيام 1.31 يجب وضع علامات الضرب النقطي والقيمة الأخيرة في المصوفة تساوي ناتج الضرب النقطي للصف الثاني للمصوفة A أي المتجاد القيام 0.32 في متتهي العمود ذو القيام 1.32 المصوفة الناتجة هي ناتج ضرب المصوفة A في المصوفة B وتبدو معقدة لكن علينا إيجاد ناتج الضرب النقاطي لتبسيط القيم إذن ما هو ناتج التبسيط؟ سأكتب الناتج باللون الوردي يساوي ناتج ضرب المصفوف A في المصفوف B ما يلي ما هو ناتج الضرب النقاطي للمتجهين في القيمة الأولى؟ واحد مضربا في واحد يساوي واحد مضافا إلي سالب واحد مضربا في اثنين ويساوي سالب اثنين مضافا إلي اثنين مضربا في ثلاثة ويساوي ستة أما القيمة الثانية تساوي صفر مضربا في واحد يساوي صفر مضافا إلي سالب اثنين مضربا في اثنين ويساوي سالب أربعة مضافا إليها واحد مضربا في ثلاثة ويساوي ثلاثة سأقوم الآن بإيجاد القيمة الأولى في العمود الثاني 1 مضروبا في 0 ويساوي 0 مضافا إليه سالب 1 مضروبا في 0 ويساوي 0 مضافا إليه سالب 2 مضروبا في 0 ويساوي 0 أما القيمة الثانية تساوي 0 مضروبا في 0 يساوي 0 مضافا إليه سالب 2 مضروبا في 0 ويساوي 0 مضافا إليه 1 مضروبا في 1 ويساوي 1 القيمة الأولى في العمود الثالث تساوي 1 مضربا في 1 يساوي 1 مضافا إلي سالب 1 مضربا في 1 ويساوي سالب 1 مضافا إلي 2 مضربا في 0 ويساوي 0 أما القيمة الثانية تساوي 0 مضربا في 1 يساوي 0 مضافا إلي سالب 2 مضربا في 1 ويساوي سالب 2 مضافا إليه 1 مضربا في 0 ويساوي 0 نكاد ننتهي بالنسبة للعمود الرابع تساوي القيمة الأولى 1 مضربا في 1 يساوي 1 مضافا إليه سالب 1 مضربا في سالب 1 ويساوي 1 مضافا إليه 2 مضربا في 2 ويساوي 4 وفي النهاية القيمة الثانية تساوي 0 مضربا في 1 يساوي 0 مضافا إليه سالب 2 مضربا في سالب 1 ويساوي 2 مضافا إليه 1 مضربا في 2 ويساوي 2 لقد وصلنا المراحل الأخيرة ويجب الآن جمع القيم التي حصلنا عليها في المصفوفة إذن يساوي ناتج الضرب النقطي للمصفوفتين المصفوفة 2 في 4 وتساوي ما يليه القيمة الأولى في العمود الأول تساوي 1 مضربا منها 2 مضافا إليه 6 ويساوي 5 وتساوي القيمة الثانية سالب 1 القيمة الأولى في العمود الثاني تساوي 2 والقيمة الثانية تساوي 1 القيمة الأولى في العمود الثالث تساوي 1 مضروحا من 1 مضافا إليه 0 وتساوي 0 وتساوي القيمة الثانية سالب 2 القيمة الأولى في العمود الرابع تساوي 1 مضافا إليه 1 مضافا إليه 4 ويساوي 6 وتساوي القيمة الثانية 2 مضافا إليه 2 ويساوي 4 وبهذا نكون قد انتهينا فناتج ضرب المصفوفة A في المصفوفة B يساوي هذه المصفوفة سأقوم بإعادة قيم المصفوفة A وB حينها يمكننا التحدث قليلا عما يعنيه ناتج الضرب هذا سأقوم بنسخي ولسقي قيم المصفوفات سأعود للأسفل وأقوم بلسقيها هنا كانت تلك قيم المصفوفة A وB وعند إيجاد ناتج ضربهما حصلنا على هذه المصفوفة باللون الوردي توجد بعض الأمور المثيرة للإهتمام التي يجب ملاحظتها قلت سابقا أن ناتج الضرب معرف لأن عدد أعمدة المصفوفة A يساوي عدد صفوف المصفوفة B كانت تلك هي الحالة في إيجاد الضرب ولاحظ أن الناتج كان عبارة عن مصفوفة 2 في 4 وهذا هو عدد صفوف المصفوفة A مضروبا في عدد أعمدة المصفوفة B يوجد سؤال بديهي آخر هل ناتج ضرب المصفوفة A في المصفوفة B يساوي ناتج ضرب المصفوفة B في المصفوفة A إذا حاولنا تطبيق ذلك التعريف على ضرب المصفوفة B في المصفوفة A ما هو الناتج؟ إنه يساوي المصفوفة التي تحتوي القيم التالية في العمود الأول المصفوفة B مضروبة في العمود ذو القيم 1 وصفر وفي العمود الثاني المصفوفة B مضروبة في العمود ذو القيم سالب 1 وسالب 2 وفي العمود الثالث المصفوفة B مضروبة في العمود ذو القيم 2 و1 المصفوفة B هي مصفوفة 3 في 4 وينتمي المتجه ذو القيم 1 وصفر إلى المجموعة R2 إذن ناتج الضرب هذا ليس معرفا لأن عدد الأعمدة في المصوفة B أكبر من عدد مراكبات المتجة المضربة فيه ولم أقم مطلقا بتعريف ناتج ضرب المصوفة في المتجة من هذا النوع ناتج ضرب المصوفة B في المصوفة A لا يساوي ناتج ضرب المصوفة A في المصوفة B وأيضا المصوفة الناتجة غير معرفة عند إيجاد ناتج ضرب مصوفة 3 في 4 في مصوفة 2 في 4 لا تنتج مصوفة معرفة لأن عدد أعمدة المصوفة الأولى لا يساوي عدد صفوف المصوفة الثانية من الواضح أن الناتج الأول معرفا بينما الناتج الثاني ليس معرفا إذن نعلم أن ناتج ضرب المصوفة B في المصوفة A لا يساوي ناتج ضرب المصوفة A في المصوفة B غالبا وليس معرفا أحيانا ربما تكون قد تعلمت إجراء ضرب المصوفات في مساق الجبر 2 لم يكن هناك سبب لإجراء هذا الضرب لكن بالتأكيد يوجد سبب الآن تعلمت في مقطع الفيديو السابق أنه عند وجود دالة التحويل S وهي دالة التحويل لعناصر في المجموعة R3 إلى عناصر في المجموعة R2 ويمكن التعبير عن الدالة بأنها مصوفة التحويل للدالة S أي المصوفة الناتجة عن تطبيق الدالة S على المتجة X الذي ينتمي إلى المجموعة R3 تساوي ذلك المتجة مضربا في المصوفة A قمت باستخدام المجموعتين R2 و R3 لأن عدد أعمدة المصوفة A يساوي 3 وبالتالي يمكن تطبيق ناتجة الدالة باستخدام متجة له ثلاثة أبعاد وبشكل مشابه نستطيع تخيل أن المصوفة B هي مصوفة التحويل للدالة T وهي مصوفة التحويل من المجموعة R4 إلى المجموعة R3 وعند تطبيق دالة التحويل T على المتجة X تنتج مصوفة التحويل B مضربة في المتجة X الذي ينتمي إلى المجموعة R3 سأقوم بتغيير الألوان ها هي المجموعة R4 وهذه هي المجموعة R3 هذه هي المجموعة R2 تقوم الدالة T بتحويل عناصر من المجموعة R4 إلى المجموعة R3 إذن ستبدو بهذا الشكل وتساوي المصوفة B مضربة في المتجة X وتقوم الدالة S بتحويل عناصر من المجموعة R3 إلى المجموعة R2 إذن ستبدو بهذا الشكل وتساوي المصوفة A مضربة في أي متجة ينتمي إلى المجموعة R3 نستطيع الآن تمثيل ناتج ضرب المصوفة A في المصوفة B ما هو اقتران الدالة S للدالة T للمتجة X؟ إنه يساوي ناتج تطبيق دالة التحويل S على ناتج تطبيق دالة التحويل T للمتجة X أي يتم تطبيق دالة التحويل من المجموعة R4 إلى المجموعة R3 ثم يتم تطبيق دالة التحويل S على ناتج في المجموعة R3 إلى المجموعة R2 إذن الدالة الناتجة عن اغتران الدالة S للدالة T هي الدالة التحويل لعناصر من المجموعة R4 إلى المجموعة R2 والجيد في هذا هو أنه عند كتابة ناتج المركب باستخدام مصفوف التحويل وقد فعلنا هذا في مقطع الفيديو السابق يكون الناتج كالتالي الدالة S وتساوي المصفوف A مضربة في المتجة الذي يساوي ناتج ضرب المصفوف B في المتجة X نعلم الآن أنه استناداً إلى تعريف ناتج ضرب متجة في مصفوف أن اغتران الدالة S للدالة T يساوي المصفوف A مضربة في المصفوف B مضربة في المتجة X والسبب القيام بكل ما سبق أي إيجاد ناتج ضرب المصفوف A في المصفوف B للحصول على تلك القيمة أتمنى أنني لم أرتكب أي خطأ عفوي الفكرة الرئيسية والتي يحتمل أنك لم تتعرض لها في مساق الجبر إثنين هي المصفوف الناتجة عن اقتران الدالة S للدالة T هذه هي المصفوف الناتجة عن اقتران الدالة S للدالة T ويبدو الضرب المصفوفات شيء ممل لكنك تعرف الغرض منه الآن وهو يكون في إيجاد مركب دالة T تحويل حيث أن كلا من المصفوف A والمصفوف B هما مصفوفات التحويل لدالتي التحويل كل على حدة على أي حال آمل أن تكونوا قد وجدتم هذا مفيدا